اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 هذا كلها مشاريع بنية تحتية يعني كأمثلة ممكن نستفيد من هذه الأمثلة الإيجابية ونطبقها أيضاً في سوقنا طبعاً احنا في ميسر أيضاً كان لدينا دور كثير فعال في أن حصولنا على عدة جواز بالنسبة لإدارة إصدارات السقوك والحمد لله في الفترة الأخيرة أيضاً تم تعيينه في سقوك لوزارة المالية احنا والأخوة في بنك نزوة وهذا إن شاء الله بيتمتد شين السقوك هذه على نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر أيضاً عدنا قصة نجاح في السقوك التي صارت مع مجموعة البرواني كان حجمها 25 مليون استطعنا أن نجلب 35 مليون بالإضافة إلى سقوك الحديقة وإلنا تفاعل جيد في السوق مع زملائنا من البنوك الثانين في مسألة الاستشارات الاستثمارية وإدارة الإصدارات هذه الأشياء التي تكلمنا فيها وتكلمنا فيها الجماعة وتمويل الإسلامي وإدارة الثروات مهم لتنفير النمو الاقتصادي في مبادئ مختلفة ومتعددة اليوم نحن في ميسرة صلتنا الضوء بشكل كبير بعد تفاعلنا بشكل إيجابي مع السوق أن المجتمع اليوم حتى على مستوى الأفراد في عنده تحول كبير في مسألة الإدارة المالية والإدارة المالية تكاليف المعيشة المتزايدة الأسر صارت تبحث عن حلول إن شاء الله قريبا ندشن بشكل رسمي اللي هي إدارة الثروات المتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يمكنها أن يمكن أيضا للأسر وأفرادهم بخطط توفيرية استثمارية بشكل شهري يحققوا منها عوائد جاذبة وخطط استثمارية حتى مع قانون الحماية الاجتماعية والأشياء اللي جاية ممكن نستفيد منها الفرد والأسرة والأطفال إلى خطط تصل إلى عشر سنوات هو توفير وهو استثمار في نفس الوقت وهو شيء متوافق مع الشريعة الإسلامية تحدثنا كثيرا في الجلسات النقاشية عن الوطر التنظيمية ودعمها للقطاع المصرفي الإسلامي والأخوة ما قصروا القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي ودرنا كقطاع مصرفي في المساهمة في النمو الاقتصادي تطوير المعرفي المجتمع الوعي تطوير الأطر التشريعية البنية التحتية كلها أشياء هامة للارتقاء بالقطاع المصرفي الإسلامي أيضا مسألة التسويق بشكل كبير اللي هو جزء حام في مسألة وعي المجتمع والأفراد والمؤسسات هذا بشكل كذا مختصر حبيت أشارككم فيه وإذا أحد عنده أي سؤال نحن حاضرين إجابة ومشكورين جزاكم الله خير شكرا